أكثر شيء عجبني في هذا التطبيق هو جزء challenge وفيه ستجد كل يوم تحدي جديد عبارة عن موضوع يتم اختياره من فيديو وقطعة عليك أن تقرأها سوف تستمع أولاً لكلام المستضيف وشرحه وتوضيحه ثم يأتي دورك كي تنقر على رمز المكرافون وتبدأ بنطق هذه العبارة كل هؤلاء شاركوا في التحدي وقاموا بنطق تلك الفقرة السلام عليكم ومرحباً بكم جميعاً وتطبيق اليوم كما هو واضح أمامكم هو voice tube سنقوم بفتح التطبيق يمكن أن تستعمل التطبيق بدون تسجيل لكن كي تستفيد من جميع الخصائص يجب أن تسجل حساب جديد عبر الإيميل الخاص بك باختصار هو تطبيق يوفر خاصيتين مهمتين الخاصية الأولى هي التعلم من خلال مقاطع اليوتيوب سوف تجد هنا قائمة من الفيديوهات الموصى بها يمكن أن تبحث هنا عن أي فيديو تريد ويمكن هنا أن تحدد بعض الخيارات التي تساعد في اختيار المقاطع المناسبة مقاطع صغيرة أو متوسطة أو طويلة بعض الشيء أكثر من 9 دقائق والمستوى المناسب هل هو امتدى متوسط أم متقدم إذا أردت كذلك اللكنة أمريكية بريطانية أو أسترالية ثم تنقر على OK هنا كذلك مقاطع TED Talks هنا مثلاً Educational Animation وبعض التصنيفات الأخرى إن أردت أن تتعلم من أشياء محددة من ضمنها Kids أو المناسبة للأطفال سنقوم باختيار فيديو من هذه القائمة هناك خيارين الخيار الأول هو Listening الخيار الثاني هو Speaking فيفترض في البداية أن تقوم بالمشاهدة والاستماع ثم تحاول نطق الجمل جملة في جملة بنفسك في قسم Listening سوف تجد الصبت عطي المقسم جملة جملة يمكن أن تعيد الجملة أكثر من مرة تعالوا نجرب الآن وننقر على أيقونة بدء التشغيل كما تلاحظون أن الصبت يتغير مع الفيديو يتم تضليل الجملة التي تسمعها بالضبط هذه الخاصية الأولى الخاصية الثانية إذا نقرت على أي جملة سوف تعاد ويعود الفيديو من النقطة المحددة تعالوا نجرب مثلاً ننتقل الآن لقسم Speaking من هذه الأسهم تنتنقل بين الجمل لاحظوا أنني قد قمت فعلياً بإدخال صوتي نجرب الآن في الجملة التالية الآن يفترض بك أن تلمس هذا الزر وتحاول أن تتقن التحدث مرة بعد مرة حتى يصبح مطابقاً لمستمعته وهكذا تتعلم من هذا المحتوى المتجدد وعبر الفيديوهات المنشورة في اليوتيوب هذا هو القسم الأول قسم Watch القسم الثاني وهو بجانب Watch وهو خاص بالممارسة والتفاعل مع الآخرين والمشاركة في هذه التحديات لاحظوا هنا أنا قمت بأداء تحديين وإذا نزلت للأسفل سأشاهد التحدي الذي قمت بأدائه معلم بعلامة سرقاء هنا عدة مواضيع كل موضوع مقتبس من فيديو يقوم المستضيف أو الهوست بالتحدث قليلاً وشرح الموضوع وشرح الكلمات والعبارات التي ذكرت في هذه القطعة هذا هو الفيديو الأصلي بإمكانك أن تشاهده أولاً وهذه هي القطعة النصية التي عليك أن تنطقها ومن هنا تستمع لكلام الهوست أو المستضيف وتتعلم منه شرح الكلمات والعبارات كذلك تستمع منه لهذه القطعة نفسها مرتين مرة بالسرعة العادية ومرة بسرعة بطية ثم إذا أردت أن تشارك في هذا التحدي تقوم بالنقر على أيقونة المايكروفون وعندما أنتهي أقوم بالنقر على كلمة send وهكذا ستضاف مشاركتي لمشاركات الآخرين وكما تلاحظ المشاركين فيهم المبتدئ والمتقدم وفي الغالب هذا التطبيق مشهور في اليابان خاصة وتقريباً دول شرق آسيا ربما كوريا الصين حتى أنك ستجد في الإعدادات أنهم يوفرون الترجمة إلى اللغة اليابانية فقط أو ربما لغة أخرى بجانبها طبعاً لا يوجد ترجمة النص إلى العربية للأسف مثلاً هذا التحدي الذي قمت بالمشاركة فيه وهذا التعليق الصوتي أو نطق العبارة التي أرسلتها في صفحة my page ستجد بعض المعلومات منها خاصية streak وهي التي شرحناها في الفيديو السابق كم عدد الأيام التي استخدمت فيه هذا التطبيق على التوالي وإجمال الدقائق الذي شاهدت فيه محتوى مرئي داخل هذا التطبيق وفي الأسفل قائمة الكلمات التي نقرت عليها لمعرفة معناها والمعنى موجود بالإنجليش يعني لديه قاموس داخلي بس من إنجليش إلى إنجليش كيف تستخدم القاموس الداخلي عبر النقر على أي كلمة نقر متواصل ستظهر هذه الكلمة في القاموس وبعض الكلمات لديها النطق الصوتي كان هذا عرض سريع لهذا التطبيق المسمى VoiceTube ستجدون الروابط أسفل الفيديو شكرا على المشاهدة وألقاكم على أخير